وانت بتعمل ايه ياه? بتعمل ايه? بس يا دولا بقى بشرب شاي عم خليني بقى اخد مزاجي بقى تاخد مزاجك من ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت بتتعامل مع الشاي زي الري بالطنقيت على اساس انك هتزرع ولا ايه؟ يا دولا يا حبيبي مش انت قلتلي انت ليك كباية شاي واحدة بس تقول اليوم يا دولا انا بقى يا عم اكتشفت ان الطريقة دياً هي احسن طريقة في شرب الشاي يعني يا سلام احسن طريقة ده مين اللي قالك عالطريقة دي الدكتور حتة القهواجي بص يا دول انا هفهمك يا حبيب بص انا لما بشرب يعني بعوز اصهر بقوم شارب شاي بس بالطنقيد كده هون ثلاث نقط في بوقي بتلاقيين بقى ايه فريرة احيان ما بنامش خان ياابل ياابل ثلاث نقط في بوقك يا لا لا لو عايز تصهر حط ثلاث نقط في عينيك لا يا راجل اوه لو عايز بقى عنيك في هنجل قوي حطها من الفنجان على طول في عينيه كده لقى كده على طول اوه صح يا دول دي كان التايها على الفينت يا دول يا دي بس اللي تايه عنك انت كل حاجة تايه عنك ياابني بس انت يا رمزي غيري خالص يعني انت ما بتشرب شاي بتعرف تسهر طول الليل ماش كده اوهه ما بعرفش نام خالص انا بقى ما بعرفش نشرب شيخ خالص بعد اذا السلام عليكم عليكم السلام و ربط الله و برك ده وعليكم السلام أهلاً وسهلاً اتفضل ممكن تجيب لي إله الحنان وليوته عند الفرعنة ياه للأسف يعني التمثال ده بالذات ما بيتبعش إلا مع مامته وباباه يا سلام يا رجل رجل تعلم مني حاجة أخيه ألو يا معل يا معل ما العمري كانت عليك فلوس يا معلم أنا شيكاتي الوحيدة اللي في السوق اللي ما بتتردش أبداً أيوة طابع واسأل كويس قوي على عادل سعيد أحمد الدوغري بعد إذنك أنت اسمك عادل سعيد أحمد الدوغري أيوة يا سيدي اسمي عادل سعيد أحمد الدوغري خير يعني ولدك اسمه سعيد الدوغري أمل يعني أكون اسمي عادل سعيد الدوغري وأبويا يبقى اسم إبراهيم بركط عادي يا دولة بتحصل يعني عندك مثلاً أستاذة النجلاء فتحي الممثلة دين أبوها ما اسموهش فتحي اسمه أيمان يا صغيرة وهي بقى اللي قالت لك على الحكاية دي يابني دول نجومي يابني عندهم أسامي شهرة يعني أسامي نجومية عندك مثلاً لعيب الكرة اللي اسمه دو رجبة أنت فاكر أن أبوه اسمه رجبة؟ مار لا رجبة تانية خالص أرجوك أبوس إيدك أتوسل إليك أنت اسمك عادل سعيد أحمد الدوغري والله اسمي عادل سعيد أحمد الدوغري اتفضلوا دي البطاقة هي الحمد لله الحمد لله إيه يا كانت ضايع منك ولا إيه؟ بكرتني يا رمز من البطاقة بعد إذنك البطاقة معلش؟ أنا حفهمك أنا اسمي سعد سعيد الدوغري أيها ماشي أنا مالي مالك إزاي؟ إحنا إسمنا زي بعض يعني ممكن نكون إخوات يا سلام وكسبتني بقى في منصة يربح مليون ولا إيه؟ إيه اللي شواتر بيلاه بعد الشوارع دوغي والدت الله يرحمها بلغتني قبل ما تموت وأنا عندي ثلاث شهور إن لي أخ من والدي ما عرفوش يا سلام بص وإنت عندك ثلاث شهور بلغتك إن عندك أخ طبو إيه بلغتك إيه طبوية بتردعك؟ أه إيه بس يعني معقولة يعني كلام مهم زي ده يتقل سعة أكل إنت اللي همك موضوع الأكل مش همك إنه عنده ثلاث شهور هيفهم إزاي يا غبي يا غبي وسبتلي الجواب ده؟ أنا غريبة جدا إيه؟ ده أخدت والدتك؟ أه ده وحش قاوي ماما هو أنا يا ماما ليه ما عنديشها ماما ولادة عمه وبنات عم يلعبوا معي ويصيفوا معي معلش يا حبيبتي أصلي جدك سعيد بعد ما جاوز تتك إنعام بكم سنة كده طهق وما قدرش يكمل يدوبك زقت عادل وبعدين سناء وبعدين راح مفوت إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه إيه ده إيه ده إيه ده إيه وراح مفوت ده لعلمك لعلمك الخاص ماما هي اللي عرفت بابا في عيشته لغاية ما خلتو يخرج برا البيت وهي اللي طالبة طلاق يا حبيبتي مش بابا اللي طنش ده لغاية دلوقتي يا حبيبتي بيبعاتلي جوابات ومرسيل عشان أرجعله وأنا اللي مش راضية هاهاها دي بقى النقطة بقى بتاعت آخر السنة لا يا حبيبتي بقى مارة إيه بقى مارة العشرة تجاوزهم من بعد بكل واحدة أجنى من الثانية وأقفش من الثانية أخيره أم عاطف ديه أم عاطف؟ على العموم أنا جبتله الولد والبنت الدور والباقي عليك أنت اللي خلفتك كلها بنات اسكت يا ماما أحمد ربنا إن خلفتها بنات يا حستي يا حستي لو خلفتها رجالة كانت جات وعدت معنا هنا برجالتها نعمل إيه بقى يا ماما كنا نقعد معهم في البيت إزاي دي كنا حيعودوا على قلبنا يريفونا شباها حرام عليكي عاوز تفرج على الفيلم عارف يا رانيا ده فيلم يتجنن اسمه من أجل أبناي تفرج تفرج آه مش ده الفيلم اللي أحداثه بتدور حول الأطفال يتامة وتعدد الزوجات حيث إن البطل بيسافر لكل مدينة ويجاوز ست ويخلف خمستاشر ولد وبنت لا 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 الفيلم اللي انت تقصديه ده اسمه أولاد في الشوارع هم عارفاه ده بطولة حماكي يا حبيبتي اللي هو بيجيب العياله ويخليهم يمشيوا في الشوارع عند تجسيات شحاته آه بس يا حبيبتي كان راجل راجل وجاب الواد وجاب البنت مش خلفته بنات على العموم أنا حقول لعدل على اللي انتوا بتقولوا على أبوه ده أبو ابني وبنتي حيو يا جير روس على شيشة نديفة بقى قطيفة مش فاكر مش فاكر يا ابني أصلا لفيت كتير روحت بلاد ونجوع ومحافظات وركبت بحار ومنطيط منطيط؟ انت ليه محسسني يعني يا بابا إنك انت السندباد الدغري يا ابني أنا اسكندرية تجوزت بنها تجوزت طنطة تجوزت أسيوت اتضربت قصد تجوزت لما الفيوم دي مش فاكر لا يا بابا ما انت لازم تفتكر يا بابا اسمع أنا كنت تعرف واحدة في فيوم أصح بس ده زمان إنما تجوزتها ولا ما تجوزتهاش أنا مش فاكر طيب بلاش دي فاكر اسمها؟ اسمها لا مش فاكر بلاش اسمها طيب بص كده يا بابا الجواب ده ركز معي الخط ده خطها؟ خط ايه يا ابني أنا مش فاكر والله يا ما فاكر مقص يا بابا ده خط ما يتنسيش ده تقريبا كاتبة روسي ولا ايه؟ اسمع يا ابني أنا تطلعني من الموضوع ده خالص مش عايز منطعي تاخد خبر ده لو خدت خبر هتبعدلني طيب يا بابا بلاش كل الأمراض دي ايه رأيك تشوف في الوادي اللي اسمه ساعد ده؟ ممكن تحس نحيته بإحساس الأبوة مسلا؟ إحساس ايه؟ الأبوة؟ كنت حسيته على الأقل نحيتك يا ابني لا 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 يا ابابا ده انت ربع ساعة قاعد هنا في القهوة بتدور علي مابا زي ما قلتلك يا ماما مش عايز أي حد في البيت هنا يعرف لغاية ما تأكد بنفسي معقولة معقولة بابا هيعمل كده أبوك دون ويطلع منه كل العبر يعني تتوقع منه أي حاجة ما قلتش جديد يا ماما طب المهم يعني انت ما كنتش بتلاحظي بس ان هو ليه علاقة بحد في الفيوم ما قلكيش ان هو تجوز من الفيوم بالصراحة هو كان بيسافر الفيوم كتير حلو قوي كان بيسافر بقى الفيوم يعمل ايه؟ بيجيب لي فراخ طيب ما فقستهوش في حاجة؟ لا فقسته هو أنا عبيطة حلو فقسته في ايه بقى يا ماما؟ رحت الفيوم وسألت والتقصت حلو عرفت ايه؟ عرفت انه كان بيجيب لي الفرخة باتنين جنيه وكان بيحسبني على تلاتة جنيه معقولة يا ماما؟ ايه فيه يعني؟ الفراخ اللي يتقوي كده؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دولة ايه ما اقعد الوقت ده هنا؟ اخوك بقى يا دولة بقى يورس فيك يعني يورس فيك؟ خلاص موتني بالحي يا حيوان وانت بتعمل ايه؟ ايه بتصور ولا ايه؟ بقى صورك يا أخي يا حبيبي طب مش تقول لي يعني عشان ابتسم اسرح شعري اي حاجة؟ خد يا رمزي صورنا حالا امسك يا دولة هاي صورنا مع بعض؟ اه يلا طيب ما انت كده خنقني ثانية واحدة بس انت كده خنقني عناق الاشقاء يلا يا رمزي صورنا يا عم كده هو تخنقني دي اسعد لحظة في حياتي انا كنت مستني اللحظة دي من زمان انا دي اسوأ لحظة في حياتي ما توعي يا عم خلص يا رمزي انا زرار طيب العليمين العليمين اخلاص اهو اضحك السورة تطلع كويسة اخلاص يا عم تبقى الفيلم ده يا رمزي وتروح تحمده عشان انا عايز اكبر السور دي وابروزها ماشي؟ حاضر حاضر فريرة خد 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 انت فهم يعني ايه تحمده؟ اه طبعا يا دول انا هديها للراجل هو هيبيته بقى بره التلاجة يوم كده والليومين وهروح بقى اخدها منه هاجيه على طول طب وانت بعقلك يعني النور طبعا يا رمزي تفتكر حد ممكن ياخد صورة حمده؟ واخوك بقى يا دولة بقى يعني انا اعمل ايه بقى؟ ما تقولش اخويا ما يقولش اخوك ليه؟ ها؟ روح انت عرمزي حاضر ما يقولش اخويا سبب بسيط جدا ان انا لغاية دلوقتي لسه متأكدتش يعني بس انا متأكد ده احنا حتى لابسين بانطلونات زي بعض ده تشابه مركات مش معنى كده ان احنا اخوات يعني انت ليه مش موافق ان انا نبقى اخوات؟ انا يا سيدي موافق وكل حاجة بس اه يعني اديني فرصة افكر بس انا بفكر ان انا نعلل خبر اخويتنا ده في الجرائد نعلل خبر اخويتنا هنكتب ايه بقى في الجرائد؟ نكتب تما بقى الحمد الله في احد الفنادق القبرى اعلان اخوية عادل سعيد وسعد سعيد؟ والله فكرة حلوة حلوت ايه يا لانت بستهبل بس بقى سيبني الشغل انا قدت سنين اليوتم والضياع والوحدة بدون اسرة بدون امل ولما لقيتك حسيت اني وصلت بر الامان حمد الله على السلامة يا سيد انا مش ممكن اسيبك انا بقى اسيبك عشان اتكر على الله واروح لا اهلي بقى السبب بسيط جدا ان انا عايز اروح اتغدى معاهم مع بنتي مع امراتي مع امي مع اختي معقول ربنا يديني كل ده مرة واحدة عندك بنت يعني انا عمها بقولك ايه ملكش دعو بياسمين واختك يا عن اختي دي مش اشكال خدني اركوك خدني معاك اشوف اسرتي لا اخدك معايا ايه الحكاية برضو محتاجة لتمهيد يعني ابوس ايدك ما تحرمنيش من اهلي اهلك ايه وزمالك ايه يا ابني حرام عليك يا مفتري حد يعمل كده فخوه انا مش ممكن اسمحلك انك تحرمني من الحب والحنان تاني ابوس ايدك ابوس ايدك انت من ساعد ما شفتني وعمال بتقولي ابوس ايدك ابوس ايدك وعمرك ما بصت خد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقدملكو اه ساعد تيتا مش ده اخو بابا اللي انت قلتلي عنه يا سلام خزينة اسرار فعلا يا ماما بس واضح ان الرقم السر بتاعك ضاع اهلا يا عادل تلع لك اخ ايه طلع لاخ دي وايه كنكرارانا ناشن دي وانا ناقص ناقص يعني كده يا عادل لما نبصروا بالفرق اللي عالجنب والاميس اللي مقفول ده موديل السبعينات يا عادل مش بطال مش بطال ايه هو متقدملك قال يقعدين يكفيك وشر الجيين في الحقيقة يا جماعة انا في خضم ساعدي وسعيد بأسرة الجديدة وعايز اقولكو اني عاشت قعاني من سنين الضياع والوحدة بقولك ايه بقولك يا اخ ساعد الناس دول مش مقصين ناكة الكفاء اللي هم فيه يا حراميس يمال عليك يا بطا يا بطا الحرام يا عادل ده شكله يا بابي احساسه مرهف كده وحساس كده وحواجبينه وعماله تلعب بابي ده شكله اكيد عانا من طفولة متكبسة متكبسة متعلبة احنا فينا اللي مكب فينا احنا مش ناصين حد يعني بس عالفكرة يا بابا انت احلى من اخوك بكتير يعني مش بكتير قوي يعني هو برضو حلو يعني ما شاء الله يعني ربنا خليه يعني حلو ده ايه انت اللي احلى طالع لامك لكن هو طالع لامه وهناك فرق بلا واكسة من تنتون لتنتن يا قلبي لا تحسن بغض النظر عن الاراء الفردية والمقارنات انا سعيد بأسرتي الجديدة رانيا طب خلنا ايه النهاردة مش عايزة اقولك يا دودو انا ابدعت النهاردة انا النهاردة عملالك اسكالوب بالماشروم باللانجوش وعملالك الحلوة بقى روز بلابن بجوز الهند بالأو اهل او ده انا تربيت عليه بالفيه موسيقى بس يقوي يا اونكل العلموز ربنا با 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 اصدقلة اسكامة بس يا امو بس ايه امو بس يا اونكل لو صبحت انا عايزة الكرتون كرتون ايه ده يا بنت الكرتون ده تافه وبيخلي الاطفال تفهين قالت ام جيري قال في فقر بيجري ورا قطة عشنا وشوفنا طب انا بقى لما يجي بابا هقوله هتقولي البابا هتقولي الماما انا ما بخافش يلا امي زاكري يا زاكري ايه اصلا وانا اصلا خلصت امتحاناتي واخدة لاجهزة من زمان زاكري دروس السنة اللي جاي يا شطرة يلا شطرت مين انت هيئبني انت اصلا يام انت انت هون قلبس عمال تحس بالزعب بدي لا بالأسلوب الغوغاء ده اصلا بين تخوية وشوكة في ظهري لحد ما اجوزها ايه تجوز مين وانطلع مين يا خريط بطل انت مين اصلا انت اصلا حيالله اخو جوزي واساسا شاكير في نسبك وعروقك الانتمائية يا انت انا عايز اقولك احترمي نفسك احترم نفسي احترم نفسك انت بتدربني بالموزة ايو احترمي نفسك انا راجل البيت ايه انت اصلا اصلا ايه الدوشة دي شوتكم وصل الجرانج انا اللي بزعق ما انا شايف انك بتزعق عارف انك بتزعق السؤال يا استاذ بتزعق ليه انا راجل البيت وزعق زي ما انا عايز ولازم اشكه من حريم اللي في البيت دي واحدة واحدة اخوي عادل كانت عبان معاك انتو الستة ايه ده واحد على ستة ليه مطش اهلي وزملك بقولك يا ابدي الناس البيت ده كله كوم وكل الستات اللي فيه كوم وانا كوم تاني اشرفتك يا واد امرمتك انا ييمك على صفيحة زبالة متنية بقولك ايه انا مش عادل اتقط انت وتنيل اتلم في لنتك السودة دين بقولك ايه اخر مرة بقولك انا مش زي عادل يه سلام وانت الطول تبقى عادل انت ياللي بيلا اب ولا ام ولا هوية احتربي نفسك يا ولية ولا عشان بابا كان بيحب ماما اكتر منك تقومي تنفسني علي نفسنه عليك من بدري يا بعيد طف والله العظيم لا اقولي يا عادل اول ما يرجع عادل ايه ده اللي بتخوفوني بيه عادل ده ولا حاجة اه انا هنا الامر الناهي ايه يا جماعة في ايه سكو جايب لاخر الشارع في ايه يا اخوانا عادل اخوي يا حبيبي عنك يا اخوي اكيد تعبان من الشغل يا سلام فعلا الاخوات بينفعوا عادل 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 لازم تشوف لك حل مع الانتوك ده عادل لازم تشوف لك حل مع الودة عادل انا عايزك في ابتماع مغلق عادل انا عايزك في كلمة جوا على انفرد طيب حاضر حاضر هاشوفوا الاول بعدين بقى اجيه هاشوفكم تفضل يا سين كلمة ايه اللي انت هتقولها له جوا دي سر ايه اللي بينكم انت حياة لضيف يا اخويا يا اهلي يا عزوتي يا كل الناس انت يا ابنة هتغنى علي قول عايز ايه خلص بصراحة انا عايزك في موضوع مهم يا عم تفضل يا عم اقول يا عم البيت مش عجبني حلو قوي تكرى على الله امشي بموت بحب يزارك والله دم كبير والله ياسمين بنتك محتاج اعادة تربية البنت بتعملني كأنني مش عمها لازم تحترمني شوية ما تهزقنيش ايه عملتلك ايه ضربتك على فاكو انت احد ثانيا سناء بتلبس ملابس منفتحة قوي وانا مرضاش كده على اختي بص يا سعد احنا الغية دلوقتي مش متأكدين يا ابن انت اخونا ولا مش اخونا وبعدين ما ينفعش تيجي تغير نظام البيت في ليلة واحدة يعني وامك بتعملني معاملة مرات اب رسمي هي مبدئيا ما تعتبرش مرات ابوك هي تعتبر مطلقة ابوك لو دا كان ابوك اصلا وراني امراتك مالها لازم تطلقها يا جماعة احنا عندنا النهاردة عضو جديد في البيت ولازم ناخد فترة على ما نتواقم معاه احنا عملنا اجتماع واعقدنا مجلس رجالة واتفقنا انت تخرص خالص عادة انت مش عارف يا عادة بيقول عليك ايه من وراك بيقول عليك ايه لا يا بيبي كلها حاجات بسيطة بيقول ان انت ملكش لازمة وان هو ارجل منك وان هو الحاكم الامر الناهي وراجل البيت انت قلت كده؟ ها؟ لا ما قلتش محصلش اه يعني عادل هو راجل البيت هو الامر الناهي مش كده؟ اه لا مش عارف مش عارف هو ايه اللي مش عارف انت هتستهبل ولا ايه؟ وضع طبيعي طبعا دي امي ودي مراتي ودي بنتي ودي اختي فبالتالي انا الامر الناهي هنا في البيت ايش معنى انت؟ ليه مش انا؟ مش انا ليه حق في الاوسرة دي زي مليك بالزبط؟ اهدى يا سعد اهدى مش خاهدة انت كلكم بتعملوني وحش انا حوريك يا عادل يا سعد عيب يا سعد اهدى يا ابن اهدى مش خاهدة انا بكرهك تكرهني؟ ولا تلمي يا لابدا ما تديك بالجزمة مش رادة تقنع ليه؟ تديني بالجزمة؟ طيب انا سايب لك الميت وماشي ماشي ومستنيك في البزارة يا دي ميلا انا مصدقك خلصت منه وقالك هيستناني في البزارة عادل الواده مينفحش يقعد معانا ابدا انا عارف يا ماما بص هعمله ايه يعني منك لله يا بابا منك لله يا الله او حد يفتح الحسن يكون رجع تاني بالعكس يا ريتس يكون رجع تاني عشان يبقى جيل قدره بقى دول يا حبيب ايه بقى؟ وانت؟ يا نقمة الحبيب؟ طرف الزبير زي اكني الحبيب يا نقمة بقولك كبير يا عايز ايه زفت انت كمان سعد اخوك يا عام ماله سعد التخين عامل ايه؟ نيس يا دولة البتاع اللي بيسافر بيه دوا في البزار بصبور بتاعه نسيه؟ ايه ده؟ فيه ايه يا عادل؟ اسمه سعد سعيد الدغري عويس واحنا اسم عيلتنا الدغري إبراهيم الله يعني ما طلعش اخوك ولا حاجة؟ يخرب عقله يعني كل الفترة دي بينصب علينا؟ بينصب علينا طبعا مش اخوه يا سيدي ولا حاجة ماشي انا هفراجه وقال رأيه على فين؟ عالبازار ماشي يلا بينا عالبازار دولة كنت بقولك يا عنا على حاجة كده هو الفيلم يا عم انا بيته برا التلاجة ولسه ما حميتش ريحته وما طلعتش يبقى احبطه في الفريزر عشان يطلع صور متجمدة يلا عادل اه؟ ارجعلي بيه حي مش ميت يا عادل هتقولي يعني انت كنت عارف كويس اوي ان انت مش اخويا بصراحة يعني ايوه بصراحة ايوه 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 وانا اللي خلاص كنت بدأت فعلا احس انك ابن خالتي زي دولة ابن عم كده بالظبط انا متبوصتش كل حاجة روح اتكرة على الله اشوف الفيلم قبل ما يتجمد يلا اه صح ادوه يلا اتكرة على الله وعملت كده ليه بقى امال يا باشا بص بقى انا كنت مزنوق في اسرة وما صدقت لقيتها مزنوق في اسرة قولي لكن تسرق اسرتي ومين ورايا طب استأذن انا بقى لا تستأذن ايوه وده كلام برده يا راجل مش تسلم الاول على